موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف السابع يلا حبايبي اليوم بدون نأخذ آخر درس في الوحدة الأولى وحدة زي ما شفنا كثير سهلة وكثير بسيطة ودرسنا اليوم إن شاء الله كثير سهل وكثير بسيطة حبايبي إيش اسمه خواص العمليات على الأعداد الصحيحة يلا خذوا نفس اهدأوا استرخوا وخلينا إيه نبلش في عضل درس نجي نطلع في البداية طلع معي حبايبي نراجع كليات وشان الأعداد الصحيحة قلنا اللي هي الأعداد الموجبة والأعداد شمالها السابع السالبة وقلنا يا حبايبي هذا عدد شو منسميه موجب وهذول الأعداد شو منسميهم سالب طيب العدد السالب لأ قلت لك تحت نفس الإشي لأ قلت لك نزل نفس الإشي لأ قلت لك خسر نفس الإشي لأ قلت لك صرف نفس الإشي تمام طيب العدد الموجب لأ قلت لك كسب فاز ربحة تمام بنفس إيه المبدأ هذول من يعتبرهم شو أو صعدة تمام هذول من يعتبرهم إيه عداد موجبة وقلني يا حبايبي العدد هو معكوسة شو معكوس يا حبايبي السالب ثلاث رح تقول لي ثلاث شو معكوس الخمسة رح تقول لي سالب خمسة شو معكوس الستة رح تقول لي سالب ستة شو معكوس السالب سبع شو يساوي سبع وهذا هو كان الجزء الأول من الدرس طيب نيجي نطلع يا حبايبي بعد الأعداد الصحيحة على شو مننا نطلع على الدرس الثاني اللي هو يا حبايبي مقارنات الأعداد وترتيبها تمام قلنا دائما الموجب شو ما لأكبر من إيه من السالب يا حبايبي صح ولا لا 100% وقلنا يا حبايبي إن إيه عندي خط أعداد صح هاي السفر يمين الموجب ويصار إيه السالب صح وقلنا كل ما رحنا يمين إيه شو بكبر العدد تمام يعني سالب ثلاث شو ما لأحبايبي أقل من سالب إيه اثنين سالب اثنين أكبر من سالب ثلاث والسفر أكبر من قد دين من السالب واحد دير بالك يا بقراء هاي معاش في إيه مش مديون أحسن من إيه من العليشي كل دين بالطريقة هاي والخمسة أكبر من إيه من السالب ألف ديروا بالكم من نكون إيه صحي هذولا كانني حبايبي الدرسين الأولى طي والدرس الثالث شو أخذنا اسم الدرس الثالث من الذكرين يلا يا حبايبي إيش اسمه القيمة إيه المط المطلقة وقلنا يا حبايبي القيمة المطلقة بهاي رمزها شحطين شو بتعمل هاي تقيس المساء المسافة إيه على خط الأعداد وإيش يا حبايبي بتعمل تحذف إشارة إيه الساء السالب بتقيم إشارة السالب خلاص بتطيرها يعني قيمة المطلقة لسالب خمسة شو ساوي حبايبي خمسة والقيمة المطلقة لسالب سبعة شو ساوي سبعة بقيم إشارة السالب طيب القيمة المطلقة للثمانية للموجب تظلها زي ما هي ثمانية بالطريقة هاي طيب الروع بعدها أخر درس أخذنا درسين شو أخذنا جمع وطرح العداد الصحيحة يلا ديروا بقالك حبايبي على الدرس كثير مهم قلنا تذكروا قلنا دائما بقرأ إيه ش دين سالب ثلاث مثلا ناقص أربع شو بتنقرأ هاي علي ثلاثة شيكل دين وصار كمان علي ثلاثة شيكل دين شو بتصير سالب إيه سبعة صح اللي بعدها سالب 2 ناقص ناقص 2 شو بتصير انا ما ديوني بشيكلين ودين الدين شو صار موجب صارت زائد شيكلين يعني انا ما ديوني بشيكلين وواحد عطاني شيكلين شو بصف الرصيد سفر تمام انت دايما بتسد الدين دايما على طول شو من اعمال بنسد الدين طيب واللي بعدها لو قلنا 4 ناقص 3 شان 4 ناقص 3 عقول واحد يعني هاي ما احنا عارفينها من قبل طيب لقدت لك ناقص 3 ناقص 5 شو بحطيني انا ما ديوني بثلاثة شيكل ودينت كمان 5 شو صار الديناتي 8 في الطريقة هاي ديروا بالكوا حبايب وتنساش انه سالب السالب شو بصير موجب واخر درس اخذنا يا حبايب الدرس الخامس ايش اسمه كان اسمه ضرب ايش العداد الصحيحة وايه وقس وقسمتها ضرب العداد الصحيحة وقسمتها وقلنا يا حبايبي ان موجب ضرب موجب شو بعطيني او بقسم مع موجب شو بعطيني موجب وقلنا سالب ضرب او قسمة موجب شو باعطيني سالب وقلنا سالب ضرب او قسمة الموجب شو بعطيني حبايبه سالبigon سالب 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 15 سالب 15 تقسيم سارب 3 شو بعطيني سالب على سارب شو بعطيني موجب A5 وهكذا هذا هو كان دارسنا السابق طيب اليوم خلينا نأخذ الدرس الأخير وخلينا نسكر الوحدة وحدة كثير سهلة ووسيطة يلا امشوا معي خواص العمليات على الأعداد الصحيحة أول خاصية بدنا نشوفها من النشاط الأول إن شاء الله يلا نمشي حبابي عن النشاط الأول مع بعض سياسة الاحتلال إغلاق المدن في فلسطين ما يؤدي لكساد التجارة في الفراولة اضطرت تاجر أبو محمد إلى بيع بعض البضايا بخسارة قبل فسادها فباع خلال النهار بضاع ربح منها قدية 70 دينار وخسر من جراء بيع أنواع أخرى مبلغ 50 دينار في النهار نفسه محصلة بيع أبي أحمد قد يباع مقدار ربح قدية ربح 70 وقدي يخسري حبابي 50 إذن قدي صفات شغلتها 70 زايد ناقص 50 يعني أنا معي 70 شكل وخسرنا 50 قدي صفات 20 أو مقدار الخسارة قدي اللي هي سالب 50 مقدار الرباح 70 أنا مديوني ب50 شكل وعند أعطاني 70 شكل قدي صفات 20 20 تمام طب ماذا نلاحظ إن 70 زايد ناقص 50 شو تساوي حبابي ناقص 50 زايد 70 وهي الخاصية شو منسميها الخاصية إيه التب تبديلية كيف يعني خاصية تبديلية يعني إذا قلت مثلا 2 زايد 3 شو يساوي 3 زايد 2 يعني سواء حطيت 2 في الأول أو حطيت 2 في الأخير رح يعطينا إيه نفس الجواب تمام هاي هي النشاط الأول طيب نشوف يا حبابي إيه نشاط 2 ثير حلو نشاط 2 يلا بطاقة الأسئلة 4 زايد ناقص 3 شو جوابها يا حبابي ماك 4 شكل وعليك دين 3 شو بعطيني الجواب 1 وهي بطاقة الإجابة الأولى راحت سالب 3 زايد 4 مادين 3 شكل وعطين 4 كما رح يعطيني 1 البطاقة راحت سالب 4 ضرب سالب 3 شو رح يعطيني 12 موجب لأن سالب ضرب سالب شو اتفقنا موجب سالب 3 ضرب سالب 4 رح يعطيني كمان 12 لأن أي سالب السالب موجب هاي حبابي 12 شو راحت 20 تقسيم 10 اللي هي 2 وعشرة تقسيم 20 يا حبابي ديروا بالكونه نص تمام هنقول له أعطيني حبابي 2 راحت والنص راحت سالب 7 تقسيم نقص نقص 3 طبعا كيف صارت عشرة تقسيم 20 نص هاي عشرة على عشرين السفر مع السفر بروح بظل 1 2 سالب 7 نقص نقص 3 نقص نقص شو بصير لحبابي هات بصير زايد أنا مديني بسبعة شاكل واحد عطاني ثلاث شو بظل سالب 4 راحت سالب 3 نقص نقص سبع نقص 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 شو صارت لحبابي زائد أنا مديني بثلاثة شاكل علي يدين ثلاثة شاكل واحد عطاني سبع شو بتصير أربعة موجب وهي شطبت تمام نشاط 2 تمام تمام والضرب طيب القسمة والناقص لا تمام طيب هات مثال إن بين الشي حبايبي على عملية الطريح الصحيحة وقسمتها خلنا المثال هات 10 على 20 لا يساوي 20 على 10 وحبايبي 30 ناقص 4 لا يساوي 4 ناقص 30 تمام بالطريقة هاي طيب نشاط 3 تطلع مع نشاط 3 أجد قيمات كل من الآتي باستخدام خاصية إيش التبديل سالب 30 زائد سالب 48 قد أعطاني سالب 78 طيب قلبها بدلها يحطها في الأول وحطها شو رح يضع ليعطي نفس الجواب تمام دون ما أطلع حتى لأن إيه نفس الإشي يالله السالب 41 ضرب 98 قد أعطاك هاي الجواب 36 4 9 0 بالسالب طب ليش لأن هاي بدلها هون وحطها في الأول والضرب والجمع خاصية الضرب والجمع إيش تبديلية الضرب والجمع تمام الضرب والجمع إيش مالهم تبديلي الطرح والقسمة ليس تبديلي ما أبو تبديلي طيب نشاط أربعة نتطلع معنا على نشاط أربعة يلا أوفق بين بطاقات الأسئلة وبطاقات الإجابات في كل من الآتي يلا 9 زي نقص 2 أنت معك 9 شكل راحا هالشكل سديته منها 9 شضال 7 سبعة زائد ثلاث قدش حبايبي عشرة في عنا عشرة راحا نفس الأشي 9 زائد نقص ثلاث وزائد واحد يلا نقص 2 آسف نقص 2 زائد ثلاث ثلاث نقص نقص 1 دائما القص بشتغل في الأول نقص 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 ثلاث زائد 1 4 5 5 4 قد يعطاني 1 8 ضرب سالب 1 موجب ضرب سالب 8 8 8 ضرب 2 سالب ضرب سالب موجب 8 ضرب 16 سالب 1 ضرب 2 2 8 ضرب 2 16 سالب 24 تقسيم 4 سالب على سالب موجب 24 4 6 6 تقسيم السالب 2 موجب على سالب سالب ثلاث نفس المبدأ هون سالب على سالب موجب سالب على موجب سالب أعطيني 12 هاي طالعين كله يأتي يا حباب تمام كله يطلع معنا بالطريقة هاي وهذا مهم النشاط هذا حلو ومهم شو يعني خاصية هاي حبابي القوس يعني خاصية تجميعية تمام على الجمع والضرب مش تحققش عملية الطريح والقسمة ولاحظ يا حبابي إن واحد نقص اثنين نقص خمسة زاد نقص ثلاث تقدر تجميح هم مع بعض يعني هاي محايا وهاي محايا وتزبط معك طيب هات خلينا نشوف نشوف نشاط خمسة نطبقها على خاصية التجميع نشوف كيف يعني تجميع يعني نخذ كل واحدة ما بعض كل واحدة لحال تمام ثنتين ثنتين مع بعض طيب يلا نطلب مع بعضهم يلا تسعة ناقص ناقص واحد شو بتصير هاي بصير زاد تسعة زاد واحد حبابي عشرة عشرة ناقص أربعة ستة سالب ستة حبابي زاد واحد قديش هاي محايا مع بعض يلا سالب ستة زاد واحد رح تقول لي سالب خمسة أنا مديني بستة شكل وحد أعطاني شكل ايه صف معي خمسة شيكل دين ناقص خمسة ناقص خمسة انت بديوني بخمسة دين كمان خمسة شو صارت ناقص عشرة زاد ثمانية انت بديوني بعشرة شكل زايد ثمانية حبابي شو بصف عليك دين شكل اربع ناقص واحد قدي هنا اربع ناقص واحد ثلاث 3-9 حبابي سالب A6 معك ثلاثة شكل وعليك دين تسعة شكل سديت الثلاث قدي صف عليك دين ستة 4 ضرب سالب ثلاثة حبابي قدي سالب اتناعش 5 ضرب سالب اتناعش سالب ست سالب ستين 8 تقسيم 4-2 8 تقسيم السالب واحد حبابي موجب على سالب سالب A2 وهاية اشتمام هياهاي اجات مية بالمية طيب اروح اللي بعدها نشاط A6 نحط العد المناسب ونشوف شو بصير هون يلا طلعوا معي 5 زائد 0 ايش يا حبابي 5 و0 زائد 5 5 سالب 120 زائد 0 سالب 120 و0 زائد سالب واحد سالب ثلاثة حبابي قدي 301 بالسالب سالب 19 زائد 19 صفر و24 زائد السالب 24 لماذا؟ لأن هذا معكوس صاد وجمع المعكوس دايما شو ما له صفر صفر ناقص ناقص واحد هاي شو بتصير زائد 0 زائد واحد واحد سالب واحد ناقص صفر يا حبابي ايه سالب واحد انت معك دين شكل واحد دين ولا ايش ما يخذ منك ينظل عليك الدين شكل العدد صفر يا حبابي محايت في الايه في عملية الجمع بأثر شو في عملية الجمع طبعا في عملية الطريح اكيد بيأثر بغير الاشارة وبخير بين الدنيا طيب نروح على ايه على نشاط سبعة حبابي بكل من يعرف الحكي ها يعني ايه ما في شي جديد بس يبدك يمشي شوي شوي يعني اجد ناتج كل من الآتي سالب 306 في واحد سالب 306 واحد في سالب 306 الواحد والعمر اثر في الضرب زي ما هو سالب 506 ظل زي ما هو بظل زي ما هي بالسالب واحد تقسيم 506 هاي لا بسصير واحد على ايه على 506 و ايه بالنقص اذا العدد واحد محايد في عملية ايه الضرب تبعتي الاعداد كيف يعني يعني بيأثرش محايد يعني ما بيأثر لا يوجد عدد محايد في عملية ايه طيق ايه الطرح و قسمة اعداد الصحيحة ليش لان الحبابي بيأثر على الجواب تمام بيأثر على الجواب بالطريقة هاي يعني تقريبا ما حكي لان احنا منعرف الواحد ايه ما بيأثرش طيب نكمل النمط نشاط ثمانية يلو طلعوا معرف نشاط ثمانية اكمل كل مما يأتي بيأيجاد الناتج سبعة زايد ناقص ستعاش يلو سبعة زايد ناقص ستعاش قدش طلعت سالب تسعة سالب تسعة ضرب أربعة قدش سالب ستة وثلاثين سبعة ضرب أربعة قدش يا ابطال ثمانية وعشرين سالب ستعاش ضرب أربعة قدش بتعطيك هاي سالب أربعة وستين إذن ثمانية وعشرين زايد ناقص أربعة وستين هاي ما حاي يا حبابي قدش بتعطيك هيك بتصير أربعة وستين ناقص ثمانية وعشرين أربعة ناقص ثمانية بزبط هاي بصير خمس هاي بصير أربعة عشر ناقص ثمانية حبابي ستة خمس ناقص ثلاث إذن شو بطلع الجواب ستة وثلاثين طبعا يا حبابي أنه الكبير السالب إذن نحط السالب سالب إهداش زائد خمس وثلاثين يا حبابي قد السالب إنت مديون بهداشر شكل وديون كمان خمس وثلاثين شكل إذن سالب ستة واربعين سالب تسعة في سالب ستة واربعين سالب ضرب سالب حبابي موجب تسعة في ستة واربعين أبطال اللي هي أربعة وووو يا حبابي 414 طلعت معي 414 موجب نتأكد منها هنا بسرعة هاي تسعة فستة واربعين تسعة فستة واربع وخمس تسعة في أربع يا حبابي ثلاثين واربعين أربع مية واربع طعا سالب ضرب سأضرب سالب موجب بحبابي 99 سأضرب سالب موجب كمان اللي هي قد بتعطيني هون اللي هي 320 صح 99 زائد 320 لحبابي قد يعطينا إجماعهم اللي هي 9 1 4 419 طيب ماذا ألاحظي حبابي في الإشياء كمان مرة في الإشياء غلط ها طيب تمام هاي 15 تمام أنا آسف هاي خربط مني 315 إجماعهم مع بعض قد يبعطيني هان 4 هاي 414 طيب ماذا نلاحظي حبابي إن نجي مودال شمالهم نفس الجواب وبا وألف نفس الجواب كيف يعني وزعنا إيش على القوس هتعلم تتوزع عملية الضرب على عمليتي الجمع إيش والطرف كيف يعني يعني لو قلت لك ثلاث ضرب خمسة زائد اثنين تقدر تقول ثلاثة ضرب خمسة زائد ثلاثة ضرب اثنين كيف يعني وزعنا القوس تمام هاي هي معناه طيب نذهب على ايه هاللي بعده خلصنا خلصنا طيب شو مرخص الدرس قبل ما نبلش في حل المسائل شو مرخص الدرس طيب لعملية الجمع والطرف حبابي إيش عملية تب تب تبديلية كيف يعني تبديلية يعني لو قلت لك ثلاثة ضرب اثنين هنا فسة اثنين ضرب ثلاثة قلت لك خمسة زائد أربعة هنا فسة أربعة زائد خمسة وقلنا حبابي عملية الجمع والطرح تجميعية كيف يعني تجميعية يعني لو قلنا ثلاثة زائد ثنين زائد أربعة وقلت بدي أجمع ثلاثة واثنين بالأول نفس ما تسوي هيك ثلاثة زائد اثنين زائد أربعة وتقول لي بدي أجمح هولا بالأول وبعدين أجمحهم رح يعطيك نفس الإشي الجامع طبعا والضرب الجامع والضرب تمام الجامع والضرب تبديلي الطرح والقسمة لا والجامع والضرب تجميعي والضرب والقسمة لا وقلنا حبايبي الصفر محايد لمين لعملية الجامع وقلنا الواحد محايد لمين لعملية الضرب تمام وقلنا يمكن توزيع الضرب على الجامع والطرح كيف يعني يعني بنقول ثلاث مثلا أربعة زائد خمسة أضربها هاي لحال وبعدين نجمحها هاي ثلاثة ضرب أربعة بتصير زائد ثلاثة ضرب خمسة وهكذا خلناها في الصف السادس بالطريقة هاي تمام هذاه كان ملخص كل هالي شيء طيب نكمل يا حبايبي تمارين ومسائل نشوف مع بعض طلب مع بعض في التمارين والمسائل يا حبايبي خلينا نركز ساهل ما فيش ايش صعب طلب مع بعض طيب اكتب الخاصية السؤال الاول اكتب الخاصية التي استخدمت لإيجاد ناتج سالب 18 زائد سالب 7 زائد 18 والتي تتحقق في كل خطوة من الخطوات الآتية الخطوة الاولى هاي شو سماس شو من خليها أحد بسهم لحالم خاصية اي تجمي تجميعية والخطوة الثانية حبابي ايش سوى كمان هيبدلهم مع بعض خاصية شو من قولها تبديلية شو سوى إذا بتلاحظوا السالب 7 صارت هون وال18 صارت هون خطوة الثالثة حبابي السالب 18 زائد 18 شو صارت حبابي كمان هاي كمان تجمي تجميعية الخطوة الرابعة السفر زائد السالب سبع هاي خاصية ايش العنصر المحايد والخطوة الخامسة سالب 7 يا حبابي هاي صارت سالب 7 هاي ايش خاصية ايش الخطوة الخامسة ما خاصة ما في خاصية فيها تمام سالب 7 ايش كمان ايش الواحد ايش كمان عنصر محايد طيب اكتب عدد مناسب في الفرار لتكون العبارة الآتية صحيحة ايه سالب 3 ضرب 4 قد يبعطيني سالب 12 طيب شو بيضع هون واحد تزبط لو تزبطش مية بالمية طيب 14 سالب 2 طيب سالب هاي اعطاني موجب بيضع كمان ايش سالب عشان ايش سالب ضرب سالب موجب ايه 14 كبصير 140 لازم نضرب في 10 طيب عندي 2 كده سويا 10 وضربها في 5 في 5 سفر زائد شوية حبابي 6 يساوي 6 زائد سفر ويساوي 6 1 ضرب 4 يساوي 4 ضرب 1 ويساوي حبابي ايه 4 2 ضرب 20 زائد ايش يساوي سالب 90 طبعا حبابي الاشي لازم يكون شو ها لازم يعطيك سالب اللي هي ايه سالب 65 ليش سالب 65 لان انت انت حبابي بدك ايه بدك عدد يعطيك سالب 90 20 زائد السالب 65 بعطين ايه سالب 45 صح 2 في سالب 45 قده بعطيني سالب 90 بهذه الطريقة يعني خلينا نقول فيها شوية افكار بدك تتحزر شوية طيب الروح وعلي بعده يلا تلاتة واربعة يلا طلعا مع بعض 712 زائد هاي ها الف خلينا نطلع الف 712 زائد 172 لحال ناقص 100 زائد 7 وعد 2 يلا كل واحد ذا لحال 262 4 وعد زائد 7 وعد ثمانية و7 زائد وعد ثمانية بدك تجمحهم مباشرة بدك تجمحهم بدك تجمحهم على عمود يعني انت حب ناقص يلا هاي 100 زائد 712 812 يلا 4 ناقص 2 قد بتعطينا 2 8 ناقص 1 7 8 ناقص 8 0 3 30 3 4 3 4 3 8 8 بعطينا ثمانية أربعة ضرب ثمانية قديش حبايبي أبطال بعطينا اللي هي ثنين وثلاثين طيب سؤال أربعة بدي أجد قيمة سين شو سيني حبايبي سيني عن المجهول طلعوا مع بعض على سؤال أربعة هاي ألف بدي قيمة سيني فيما يأتي ألف سالب واحد ضرب سيني فيما يأتي أربعة يساوي سالب واحد ضرب عشرة سالب واحد ضرب شو أربعة يلا تطلعوا معاه شو سوهو هاي وزحها على الشكتين يعني هاي ضربها في هاي وهاي ضربها في شو في هاي سالب واحد ضرب شو بتطلع ضرب عشرة إذن سيني شو تساوي عشرة ليه لأن هاي ما فيش إلا الرقم هذا أقبال البعد هاي حبايبي با إشي زائد 98 يساوي 98 شو هو الإشي حبايبي أكيد المؤثر إشي اللي هو الصفر وهاي با جاهز تمام ديروا بالكو حبايبي درس سهل وبسيط بدو ايه بدو شوية تدريب بس ايه هذا الدرس ناقص شوية تدريب تقلع الأمور تمام طيب هيك يا حبايبي منكون خلصنا الوحدة هاي منشوفكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء